الادارة الامريكية رضيت على نتانياهو واعتبرت انه تدفق المساعدات المتوضعة على غزة ايجابي وبرحترض عنه اكتر بعد شكل الرد على الرد الايراني والهجوم المحدود يلي صار على ايران الجمعة فتحت هيد التطورات باب قدام نتانياهو ليطرح ملف اجتياح رفح الاجتياحي اللي بعدها معرضته ادارة بايدن ولو انه قبلت نقشه تحكي فيه باجتماع بين مستشار الامن القومي الامريكي جيك ساليفن وممثلين عن اسرائيل ومن خلاصاته انه الطرفين متفقين على هدف هزيمة حماس برفح عرض الاسرائيليين على الادارة الامريكية خطة نتانياهو لاجتياح رفح اجتياح رح يكون على البطيط بقصم المدينة لمربعات بتشتحها اسرائيل مربع بعد مربع مثل باقي مناطق غزة وبتهجر الناس حينه الاهلي صوب البحر وهيك بتكون خلصة من اخر مساحة لتمركز الجمعيات والهيئات الدولية لقدر تقدم المساعدات للفلسطينيين ترافق الاسرار الاسرائيلي لاجتياح رفح مع محاولة اعدام فرص المفاوضات مع حماس من خلال الضغوض اللي عم تتميرس على الدوحة الوسيط الاول والوحيد مع حماس فقررت قطر تفرمي الدورة استدعى دولة قطر ان تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور ونحن الان في هذه المرحلة لتقييم الوساطة بعرقل الدور قطر ونسف المفاوضات بتكون اسرائيل مش بس عم تعدم مبدأ المفاوضات بس كمان عم تعزل حركة حماس اكتر سياسيا وديبلوماسيا لانه فعليا الحل التفاوضي مش ما تروح عند نتنياهو نتنياهو بده يشتيح رفح بتمو بنو تزيراج بتمو بزيتون بتمو بدرج تفار بتمو بشيفا جانبي رفيا فانا اخل قيم لي رفيا